كنا نياما عند حدوث الزلزال فجأة بدأت الاهتزازات على هذه الحالة استيقظنا احتضلنا أطفالنا وقمنا بالركض ونحن ندعو الله كانت الاهتزازات لا تنتهي حقيقة شيء يصعب شرحه الله لا يبتلي أحدا بهذا المصاد عندما غادرنا البناء بدأت الهزات الارتدادية بعد عدة دقائق حينها ركضنا في الشارع وكان الجميع في حالة هلع كان شعورا سيئا للغاية عندما جلبت أقربائي من منطقة نورداغ في ولاية غاز عنتاب بعد حدوث الزلزال كان أمامنا ثلاث حافلات تقل الجيش والشرطة كان هناك هطول الأمطار والثلوج لذلك ساعدنا في الوصول استغرق الطريق 16 ساعة علما أنه يستغرق عادة ساعتين أنا من ماردين وجئت لمساعدة أصدقائي هنا وإنقاذ الناس ابني أيضا جاء معي للمساعدة وهو يعمل مع فرق المتطوعين أنا أسكن في الطابق الأول عند حدوث الزلزال خرجنا إلى الشارع بسرعة في منطقة ياني بي كان مشهدا مخيفا والد زوجة طيفون أي دوغان وزوجته عائشة وأولادهما ثلاثة كانوا يعيشون في هذا المبنى وجميعهم تحت الأنقاذ حاليا لم نستطع الوصول إليهم حتى اللحظة متزال أعمال الإنقاذ مستمرة ونحن لم نفقد الأمل بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر